اختتمت القافلة العلاجية التي أطلقتها مدرية الصحة في أعمالها في اليوم الثاني بقرية الصدقية التابعة لمركز كومومو ضمن مبادرة حياة كريمة تضم القافلة ثماني تخصصات طبية ومعملية دم وطفايليات وأشعة كما تضم صيدلية يتوافر بها أكثر من 130 صنفا من العلاج والتي تم صرفه مجانا لنحو 1438 شخصا وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لمدرية الصحة اشتركوا في القناة